الاهلوية والناس اللي موجودة هناك قد يكون البعض شايف ان احنا مفرطين شوية لكن ماذا ده حقنا لانه احنا دايما افضل اقول كده الرياضة بالنسبة لنا اكل وشرب ونوم هنا في مصر والرياضة والفن احنا صدرناهم للعالم العربي كله والجزء كبير جدا من افريقيا الرياضة والفن استقافة كمان يعني يعني الواحد ما اقدرش يقول غير شكرا مسيماني شكرا جهازه المعاون شكرا جهاز الطبي شكرا جهاز الإداري شكرا للأمال شكرا للأطباء شكرا للناس كلها الحقيقة بس اللي جاي مهم يعني اذا كان الناس يقول لك اه اه انا استمتع انا استمتع قدام بردن منه بس لازم نلعب ولازم نجاهد وفي النهاية 11 اللي عايب ضد 11 اللي عايبها في فرق في الامكانيات والخبرات والبطورات وكل حاجة لكن لازم نكون عندنا ثقة في الله اولا وثقة في انفسنا ثانيا يعني شهاز اطول عليكم دي قاهرة أثناء مباراة الاهلي ودحيل بص جباه الدنيا عاملة ازاي يا طبعا كرة بالنسبة لنا كرة بالنسبة لنا حياة بنحبها حب الاهلي وبنحب الزمالك وبنحب الاسماعيلي وبنحب الاتحاد وبنحب المصري وبنحب المحلة وبنحب المنصورة وبنحب كل الاندية بلا استثناء يعني ومتروح على الصيد تروح على أسوان وتروحها على كل حت على كل حت اه بنحب احنا بنحب الكرة احنا شعب معجون بحب كرة القدم انا بنخسر بنزعل قوي ولما بنكسر بنفرح اوه ما عندناش وسط المشكلة ما عندناش وسط شو تلأولاني قلنا مسماني عبقاري شو التاني عدوي هاجمه مسماني هما هما اللي كانوا بقول عبقاريه او الاداء والتاني قال لك ايه انت غير هتويل هو راجل بيدير مباراة في النهاية حضرتك ليك اكل ولا بحلقة ليك اكل الاكل اللي انت في الدور نصف النهاية يلا ناصر صلعنا على فاصل وبعد